نموذج ذكاء اصطناعي جديد مفتوح المصدر من جوجل وهو جيما 3N مصمم عشان يشتغل مباشرة على الأجهزة زي الهواتف والتابلت واللابتوب من غير الحاجة للاتصال بالإنترنت أو سيرفرات ضخمة الكلمة إن هنا ترمز إلى نانو يعني نموذج خفيف وسريع ومناسب لأجهزة بإمكانيات محدودة لكن بذكاء وقوة قدرت إنها تقرب للوصول إلى النماذج الكبيرة اللي بتشتغل فيه السحابة زي جيميناي المميزات اللي بتميزه إنه هو نموذج متعدد الوسائط يعني يقدر يتعامل مع النصوص والصور والأصوات والفيديو ويعالجهم في وقت واحد كمان مصمم عشان يشتغل On Device على الجهاز متوفر بنسختين النسخة الأولى جيمة 3NE2B حوالي 2 مليار برامتر أما جيمة 3NE4B حوالي 4 مليار برامتر لكن الحقيقة النموذج فيه حد 8 مليار برامتر بس جوجل استخدمت تقنيات ذكية عشان تقلل حجم التشغيل الفعلي على الجهاز بالنسبة ليه البنية المستخدمة هي بنية متطورة ماتفورمر هندسة جديدة بتسمح بتشغيل عدة أحجام من النماذج بنفس البنية كمان في حاجة اسمها كيفي كاش شيرينج وده معناه إن النموذج بقى أسكى وأسرع في حفظ صياغ الكلام جوجل ده مجد فيه نموذج للصوت المتطور يعني دلوقتي نموذج يقدر يحول الكلام لنص 35 لغة مختلفة إنجليزية، أسبانية، فرانسية، برتغالية، إيطالية وبيدعم الترجمة التلقائية للكلام استخدموا نموذج موبايل نت V5 ليدعم الرؤية هو خفيف وسريع جدا يقدر يعالج الفيديو والصور في الزمن الحقيقي حتى على الأجهزة العادية جيمة 3N حصل على نتائج مزهلة على معيار الإلمارينة أو النموذج تحت 10B أو 10B يحقق أكتر من 1300 نقطة وده معناه إنك بتاخد جودة قويبة جدا من شاجي بيتي وجيمناي برو لكن على موبايلك أو اللابتوب النموذج متوفر على منصات زي لامادو سي بي بي وأولاما وهاجينج فيس وجوجل آي ستوديو تقدر تدربه أو تخصصه حسب مشروعك تحدي جوجل المطورين جوجل أعلنت عن جيمة 3N إمباكت جائزة حوالي 150 ألف دولار لو طورت تطبيق بيستخدم جيمة 3N بشكل مؤثر وبيشتغل على الجهاز بدون نت وقدمت فيديو يوضح استخدامه يلا بينا نبص بصة سريعة على جيمة 3N وهنشوف إزاي ممكن إحنا نثبته ونشغله عندنا على الجهاز ونشوف طريقة تثبيته واستخدامه خطوة بخطوة حشف أي حتى هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نبتدي إن إحنا نشغل جيمة 3N عندنا على الجهاز طبعا تقدر كمان تشغله على الموبايل ولكن الشرح بيكون صعب جدا على الموبايل فانا اخترت إن أنا النهاردة هننزله على اللابتوب أول حاجة هنبتدي نروح نستخدم olama.com علشان نبتدي إن إحنا نحمل ونشغل عليه الLLM هتبتدي تروح للرابط الموجود في الوصفة أسفل الفيديو وحنبتدي إن إحنا نروح نعمل download مش محتاج تعمل على فكرة sign in يعني ممكن تعمل download على طول وهنا بيقولك إنه هو بيرن deep seek R1 بيرن coin 3, lama 3.3 وجيمة 3 وبالتالي إحنا النهاردة هننزل جيمة 3N فحيشتغل بإذن الله هتروح هنا تروح تدوس على download ومن download هتلاقي download Windows و Linux و Mac فأيا كان الoperating system بتاعك هتقدر أنت تحمله وبيقولك إنه هو requires Windows 10 or later يعني مش هينفع أنت تحمله لو الwindows بتاعك أقل من Windows 10 حيبتدي ينزل عندك على الجهاز وحتبتدي تثبته عادي زي ما بتثبت أي برنامج عندك طب نيجي بقى للمودر اللي إحنا هنشغله واخد بالك أنا هنا هتتبع طريقتي طريقة العادية وفيه الطريقة اللي أنا لازم أشغله من خلال انترفيس عشان أبتدي إن أنا أتعامل مع صورة أبتدي إن أنا يعني أتعامل مع فيديو فلازم تتعامل بالحاجات دي كلها وتشوف الكابابلتز وقدراته من خلال انترفيس يشغلك الحاجات دي أو بيسابورت الحاجات دي لكن لو انت شغلته من خلال أولامة فقط أيضاً حواليك هذه الطريقة فهيتبع الطريقة اللي دلوقتي هنشوفها مع بعض هنا هبتدي إن أنا أدور على جيمة 3N حيظهر معي في الأولة هو وابتدي أدوس عليه هو هنا متوفر بحجمين E2B و E4B E4B اللي هو الأكبر شوية وعندك ال E2B إحنا هنجرب مع بعض ال E4B فهينا هبتدي إن أنا أدوس على ال E4B زي ما انتوا شايفين هو ال latest الأخير فأبتدي أدوس عليه كده وحبتدي إن أنا أخد أو أعمل copy للأمر ده لإن ده اللي أنا هعمله run في الترمينال أو CMD هنشوف دلوقتي مع بعض أولا أنا هبتدي هنا أروح أخد بالك أنا بتعامل هنا مع ال Windows Operating System مش مع الماك فكل الخطوات دي مع ال Windows هبتدي أروح أعمل ال 18 مفروض إن أنا خلاص أتطبط أولاما هبتدي أعمل run لجيمة 3N هنا دخلت على ال Command Prompt علشان أبتدي إن أنا أرن جيمة 3N أول حاجة هنا هكتب أولاما أتأكد بس إن هو إيه موجود موجود وهنا هبتدي أولاما run جيمة 3N حيعمل له بولينج زي ما احنا شايفينه هاستنى لحد ما يخلص خالص انتهى خلاص أقدر دلوقتي إن أنا أعمل ممكن أقول له هاستنى لمن أنت هاستنى لمن أنت creative content ويألخص نص ويأترجم لغة ويأعمل brainstorming لل ideas وهنا ممكن أساعدك إزاي هنجرر مع بعض كده مثال سريع هبتدي هنا أقول له يكتب لي assignment هل هيعمل لي الكلام ده وعايز الassignment تعبار عن إيه ودوس enter هل هيكتب لي assignment ولا لأ هيبتدي يكتب لي ويديني الintroduction 285 كلمة زي ما أنا اعطلت أهو من 250 ل300 فهو أعطى لي 285 وأنا عايز أقوليك بس السرعة بتاعته وحيبتدي إنه هو يخش في المين بازي 550 كلمة وأنا طلبت منه فعلا من 500 ل600 فعطاني في النص هو يعني إيه بيكتب كده في النص وزي ما احنا شايفين سريع وعاطيني الإجابة عادي جدا أنا طلبت منه ويديها لي برضو عدد معين من الكلمات من 300 ل400 هو هنا عطاني 350 وشغال وبيكتب والدنيا تمام معاه وزي الفل هسيبه لحد ما يخلص وعطاني كمان خلصت زي ما احنا شايفين طيب دلوقتي أنا مش عايزة أتعامل من خلال سطر الأوامر ده وعد أقول له أنا عايزة إيه تديني إيه وحايديني تاكست في الآخر يعني أو حايدعمل معايا زي ما احنا شايفين أنا عايزة أوجهي الدرداشة كده تكون سهلة ومريحة في الاستخدام وقدر أجرب معايا صورة وقدر أجرب معايا واشوف في الحالة دي انت هتستخدم anything LLM اللي بيشغل نماذج الزكاة الاصطناعي ولكن هنا هيشغله من خلال أولامر تعالي نفهم بشكل سريع عشان تبقى عارف الفرق ما بين أولامر وanything LLM الفرق كالأيتي لو رحنا للأولامر هنلاقي إن أولامر ده برنامج بسيط عشان يشغل نماذج الزكاة الاصطناعي على جهازك وبيشغل نماذج محليا ولكن عبر سطر الأوامر خش كده على CMD أو على command prompt ونكتب الأمر بتاعنا زي ما انتو شفتوا معايا من شوية لكن هو مش بيدعم رفع ملفات مش هنده نرفع عليه ملفات مثلا ونترح عليه أسئلة لكن بيشغل نماذج بسرعة الجهاز زي ما انتو شايفين لكن anything LLM اللي احنا هنروح له دلوقتي وحننزله هي منصة درداشة زكية بتدعم رفع ملفات وتبتيت تسأل بقى أسئلة عليها مش بيشغل النماذج نفسه ولكن بيتصل به مثلا كلاما أو open AI الوجهة بتاعته مريحة وسهلة بتدعم رفع الملفات وترحل أسئلة عليها وبناء مساعد زكي يقدر نوايس معك ويقرأ ملفاتك دلوقتي احنا هنعمل ايه احنا هنروح نحمل anything LLM على الجهاز بتاعنا ونشوف مع بعض بعد ما نعمله setup هنستخدمه ازاي حملت anything LLM وثبتته عندي على الجهاز خد وقت شوي بس تثبت عندي على الجهاز بتبتدي هنا تختار البروفايدر اللي هو هيكون أولاما LLM ويهنا الأولاما موضل هيظهر على طول عندي زي ما احنا شايفين والماكسمام توكنز عندي هنا أعتقد أن ممكن أتحكم فيها أنا هسيبها زي ما هي على الديفولت ويلا بينا نبتدي أن احنا نجرب هنا بيقولي Workspace name هقول مروة ونبتدي نجرب مع بعض علشان نبتدي مع بعض نجرب Gemma 3N وحنلاقي لقاتي هنلاقي هنا بقى هنتعامل مع ملفات أقدر كده أن أنا أرفع الملف ده كتب الماركتينج بوك هقوله هقوله this book in Arabic لسه بيتعمله uploading لاحظ أن أنت بتشغله على الجهاز بتاعك فكل حاجة بتاخد وقت شوية تم تحميل الكتاب هتدوس enter حيبتدي يعمل سامرايز للكتاب فيه change text size وفيه كمان تقدر أن أنت تview كل available agents اللي ممكن أن أنت تستخدمها في عملية chatting وهنا view all available slash comments for chatting وهنا available models for لاما أنت ما عندك شغل واحد بس أو أنا ما عنديش غل واحد بس هنا بيقول لي أن الكتاب تسويق مرجع أساسي الممارسين والمديرين يتضمن الكتاب مساهمات متنوعة مع التحديثات وتغيرات مستمرة في بعض الموضوعات يعرف المؤلف عن امتنان والمساهمين في إنجاز التنوي الكتاب مواضيع متعددة باختصار الكتاب ومصدر شامل المعلومات حول التسويق يعني ما أعطنيش كتابة كتير أو توكنز كتير ولكن أعطاني هو بيتكلم عن إيه في بقى حاجة حابة أن أنا يعني أقولك عليها لما تكون بتستخدمه لو أنت حتتعامل مع ملفات بلغة العربية يبقى لازم تخلي الانترفيس بدأك باللغة العربية علشان لما تيجي استخدم الويس يقدر أنه هو يدعم اللغة العربية زي الكلام ده يعني دلوقتي لو أنا رحت للسيتنج هنا وابتديت أن أنا أختار الدارك مود بس عشان الديفولت يعني أفضل وهنا هختار اللغة تكون اللغة العربية بيدعم لغات كتيرة جدا وحبتدي أن أنا يعني أرجع مرة تانية للورك سبيس بتاعتي يعني أروح لنيو ثراد وهنا هبتدي أن أنا أتكلم معي بويس باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تستطيع أن تقول لي كيف يمكن أن أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت في المهام اليومية هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو الكتابة يعني تعبين شوية معرفش هل بقى المشكلة في إيه ولكن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا عبتدي يديني إزاي ممكن أن أنا أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت مثلا أنا بس حبيت أن أنا وريك الحت زي ما انتو شايفين هو ايه قاعد شغيل استنى لحد ما يخلص بيقول يأمل ان تكون هذه المعلومات مفيدة لك اذا كان لديك اي اسئلة فلا تتردد هنا بقى الجميل ان انت ممكن تغير الفونت خليه large وممكن ان تخليه normal وممكن ان تخليه small يعني حلو قوي الموضوع ده هنا بقى ان انت تروح استخدم ال preset مثلا preset اللي هي الخاصة بالclear يمسح لك كل حاجة زي ما احنا شايفين ال agent هنا قات وتبتد ان انت تمنشن ال agent اللي انت عايزه web browsing, web scrubbing, summarize document عايز تمنشن ايه هو موجود حاولت بقى ان انا ارفع صور يعني بما انه المفروض انه بيفهم الصور وقوله اكسبلين الصورة لو سمحت ارفع الصورة تاني كده صورة مثلا صورة عادية يشرحلي جوها ايه بيقول لي مش عارفة access رفعتها فيها text برضو ما فيش فائد بيقول لي upload the image if you are using a platform بتسمح بدا describe the image if you can upload it يعني مش عارفة ايه المشكلة معافتي ولكن بقى في حتة حلوة قوي عجبتني ان انا لو رحت مثلا هنا وعملت اخترت الاجنت الخاص بالمسح وروحت مثلا حطيت يعني يعمل معين كده مثلا وليكن فيديو يوتيوب ودست انتر هنا الاجنت اللي حي سكراب الكنتنت اللي موجود في ده فيديو يوتيوب بتاعي حيبتدي سرشه وبحس لأن هو عبارة عن يوتيوب بالعربي بتتكلم عن فهنا قدر ان هو برضو يعرف اليوتيوب يعني فيديو ده بيتكلم عن ايه اللي انت بتدوري عليه ولا لا يعني ده ماشي مع اللي انت بتدوري عليه ولا لا فممكن انا اقول له اه لا يعني اتناقش معي حواليه ممكن اعمل الموضوع ده لكن في حتة ال upload بقى دي يعني بتاعت ال image دي نقطة موجهان هنا فيها مشكلة كثير جدا من اللي شغلته على الموبايل اشتغل معيها صوت وصورة ممكن توريها صورة تاخد صورة لأي حاجة وتتناقش معي فيها والدنيا تمام لكن على اللابتوب بقى هي دي النقطة تغلع الموبايل ياريت تقولي على تجربتك وإيه البروفايدر اللي انت استخدمته اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفري واحاول اقدم لكم كل مفيد وجديد فارد من السوش تعموني باللايك وشير وكومنت لو كنتم تشوفنا اول مرة ستعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصر كل جديد تنتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة